معناها خلينا نقوله فما الجانب العادي اللي هو اشتعال النار اما بالخطأ الانساني او حتى بالفعل الطبيعي في حرارة كما هيكا فوق الخمسين درجة. نعم. راهوا بمعناها يمكن انها تشتعل. فما اللي حكيت عليه انت اللي فما ناس اليوم عندها مصلحة في انه بعض الجهات تشعل فيها النار يشروها في حمد. شروها حتى في حمد. هاي. تقول لي هل يمكن انه يكون فعل ارهابي مثلا غاعد ينقول لك لا مش صحيح. لانه لو كان جاء فعل ارهابي يرى يشعل في الصابقة متاع القمح. ما يشعلش في الاجهار. ملولة هو يعني الخسائر او الامتداد الاكبر اللي صار في الحرائق هذي هو في ملولة. وهذا كان لاش الوالي قال ربما يكون فما معناها اه ناس قاعدة تشعل بالعاني. حتى الحميل مدني. حتى ايه. هو ساعة باش نذكر. وولد عمناول اللي وصلت درجة الحرائق اكثر من هكا بكثير. مم. ووقتها زادة خرج حتى الرئيس. كانت. وقال هم وهؤلاء وهم يحرقوا الابحاث. ابحاث طوعا مين? ما نشوفنا حتى شيء. لكن فما زادة فما عنصر طبيعي اللي موجود في ملولة وفي تبارقة مش موجود في البلايس الاخرين وهو اللي يخلي انه الحرائق بتدخط هو الريح. لانو هذيك اكثر. اكثر جهة فيها راهو انت كيتمشي الجهة تبارقة. مم. شوف اصل الشجر ميل على جنبه بكله بفعل الطبيعة بالفون دي نور. الفون دي نور راهو يهز برشة مع انه يبدأ فما الحشيش شايح بالسخانة. بتبدأ الوراق طالجار شايحة بالسخانة اذاك الانتشار طالح حريق. سعيد. معناه وخاصة انك في الازام كيف ما تلقاش فيما مساحات فارغة. باش تنجم توقف الحريف تقع كلها مساحات مسترسلة بالاسجار. يولي عملية السيطرة على الحرائق تولي عملية اسعبة. تو ما تحدثت على حرائق ملولة وكان معنا سيد الولي.